يعني اوة تطلع من رمضان عشان كده صح 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 الحديث خابة وخسر خابة وخسر خابة وخسر مين يا رسول الله من قدرك رمضان ومن يغفر لك طب هيعملين ايه تاني اكتر من اسمحانك يا رب يعني عايز يغفر لك عايز يغفر يريد لك الخير يريد لك الخير طب يعني ايه الله سبحانه وتعالى يعتقني من النار هو مضوع العفق ده حاجة عارفين يعتقك يعني ايه يعني لما يفكها مش هيقسرها تاني عشان نفهم قد ايه الله سبحانه وتعالى يعني يقدر لنا الخير بصوا يعني ايه انك تتعتق من النار تتعتق طبعا انتم عارفين شكل العباد قبل ما اشرح الكلام ده خلينا اشرح لكم الحتة دي العباد والعز بالله يوم القيمة من حق عليه العذاب ايه اللي بيحصل ركزوا معي وده النقطة لما كنتش حيبانا دايما بنتكلم في الترغيب والرجاء وربنا والتوبة وكذا ايوة لكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وشديد العذاب الله سبحانه وتعالى شديد العذاب الله سبحانه وتعالى عامل نار لللي بيعصيه عامل نار للمشركين والمنافقين والعصى من الموحدين والعز بالله ويدخلوا ويدخلوا وبعدين يتغسلوا في النار ولكن انا عايز اقول لكم احنا في الاخر المسلمين يتغسلوا ويروحوا النار شوية ايه الموضوع مسهل شوية ولا بعيد ده بس حسيسة بس كده دهبوا النار السهد بس كده بتاع النار يسيح الجلد وبعدين ثم نعيدهم جلودا اخرى الموضوع مساه اصلا انت بتستسمع ناس كتيرة جدا او تسمع بنات وشباب يعني ايه يستقلوا من موضوع النار ده العطق لما يعتقق كده والسلسلة في رقابتك ان شاء الله مش احنا اقوله امين مش هيجيبك ولا يربطك تاني العطق يعني انت اصلا بعيد عنها ده الاية بتقول فمنزحزح شفت شفت قوة الكلمة كأن حاجة اله بتتزحزح بتنزحزحها مش بتتشد ما قالش كده منزحزح عن النار وادخل الجنة فقط فاس بس عنها كده ولما بنشوف النار في ارض المحشر الناس بتاكسوا على ركبهم الناس بتاكسوا على ركبهم وتدع كل ذات حمل وترى الناس سكرة وما هم بسكرة ولكن عذاب الله شديد الموضوع مساه فلما الله عز وجل يقولك ان انت الليلة ديت واللي جاية واللي بعدها واللي طول رمضان فيه عطق يا جماعة فيه عطق من النار الف عطيق الف الف عطيق ويعدل في اخر ليلة بعدد ما اعتق الشهر وقول لا احنا عايزين العطق احنا عايزين العطق والعفو يا رب يعني الله سبحانه وتعالى بس ينجينا من الامر ده وعلشان اقرب لكم الامر وده اللي ما كنتش احب اتكلم فيه ولكن خلينا يعني من باب برضو الخوف والرجاء احنا صحيح بنأمل بالله ونحب بالناس وتعالوا وما نخافوش لكن فيه نار فيه نار احنا لازم نبقى فاهمين ان الدنيا مش كده ومش حبة لا هي مش حبة ده يتفحموا يتفحموا كده لحد ما تبقى زي البزرة وبعدين يحطوهم في نهر الحياة يغسلوا وبعدين يكتب ان شاء الله مش احنا يا رب ان شاء الله مش احنا يكتب على جباههم جهنميون ويخشوا ده ده اخر واحد داخل الجنة خلاف بقى الكبشة اللي ربنا بياخدها كده يخبط بيديه ولا نمثل الله سبحانه وتعالى ياخد بيديه كده حب النار وبعدين يشفع النبينا ويشفع الملائكة ويشفع السحابة ويشفع الاخوان الاخوه الصاحب المتأخين في الله يروح يجيبوا من النار زي ما شرحنا قبل كده لكن لكن بعد كده الله سبحانه وتعالى كل ده ناقص بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي فاضل ربنا هو اللي يعمل فياخد بيديه قبضة ويدخلها الجنة مش في قلبهم خير ودي من رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة الله التسعة وتسعين هي مية أجزاء الرحمة واحدة منهم بس في الدنيا ومنها اللي بيرفع الحصان الحفر بتاعه عن ابن الصغر عشان ما يزهوش رحمة الدنيا الأم بابنها وكذا وكذا والتسعة وتسعين الله سبحانه وتعالى مأخرهم للاخر من هول يوم القيام الملايكة اللي الله سبحانه وتعالى خلقها كلها على مدار من أول ربنا ما خلق لحد الملايكة اللي مخلوقة واحد مجموعة من الملايكة وقفت قائمة تصلي وملايكة رقعة من يوم من ربنا ما خلقها لحد يوم من الحاشر رقعة ما بتعملش حاجر الرقوع ونوع تاني من الملايكة ساجد ما بعملش حاجر السجود ولما يروا يوم القيامة قلوا اللهم سلم سلم ما عبدناك حق عبادتك والله يا رب ما عبدناك حق عبادتك وهو في فين؟ هم ما معلوش حاجة حياتهم كلها يركوع يسجود فما بالك باحنا لازم تاوبة النهار ده الليلة دية ليلة أنا بقول لكم أخطر ليلة وأخطر لحظات في حياتك وفي رمضانات كلها ورمضان ده مختلف والناس اللي لها حال مع الكون ومع التفكر عارفة أن رمضان ده رمضان مختلف ويأتي بعده حاجات الله أعلم إيه اللي هيجرى في الكون بعد كده فما أقول لك عطقي من النهار تقول أنا يا رب اعطيني يا رب طب النار دي حاجة ألأ دي حاجة وحشة جدا حاجة وحشة جدا جدا يعني أنا أتذكر يعني مثلا من عشرين سنة أول ما شفت وطلعت أخت كده عم بتعيض بتعاتي لهم ده سكرات على النار قلت لك ده كده من إيه اللي بيجي الكتب اللي بتقرأ على النار لقيت كتاب اسم كتاب التسكرة شا عايز أقول لكم وجبت أبويا بقى وعادت الدنيا وبتاعك النار 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 إيه لها سبعة أبواب الله سبحانه وتعالى بيقول وإن جهنم لما وعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم صورة الهجر ابن كسير بيقول في تفسير الآية دي قد كان لكل باب منها جزء من أتباع إبليس بيدخلوه خلاص ومش يطلعوا منه تاني أجرانا الله وإياكم وعافانا الله وإياكم وكل واحد بيدخل من الباب دوت من باب النار ده بس بحسبة أنا عايزة حتى أجيب لكو يعني نص الكلام اللي قايله ابن كسير علشان ما بقاش سيبالكو حاجة قال بحسبه بس كل واحد عمله وبيستقر في الدرك كل درك من درغاته هنشرحها بحسب عمل والأبواب دي بتغلق على المجرمين بس ما بيطلعوش منها وهنشرح برضو الكلام ده فلا مطمع لهم في الخروج منها أبدا الله سبحانه وتعالى بيقول والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة ابن عباس كان بيقول مقصدة يعني مغلقة الأبواب اسمعوا عشان تعرفوا فايدة العطق اسمعوا عشان تعرفوا إن أدي إيه إن أنا أعطك دي حاجة كبيرة وجميلة حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول لكل باب منهم جزء مقصوم يعني من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبه ومنهم من تأخذه النار إلى إيه إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه ترقوة منازل بأعمالهم والله سبحانه وتعالى بيقول لكل باب منهم جزء مقصوم كان فيه واحدة بتصلي وراء تبعيه فسمعت لكل باب منهم أو كان وراء صمش فاكرة جزء مقصوم أغمى عليها فاتفكر يعني تفسير الآية أن استغفر الله لكل جزء باب منها لكل باب من السبعة جزء مقسوم من جوارح الإنسان لأنها بتعصي فلا فالتفسير مش كده أن كل عمل من أعمال أصحاب إبليس والذين حادوا عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم لهم جزء ده باب المنافقين ده المشركين ده العصام من الموحدين أول الناس دخولا للنار هم الكفار وأول من يدخلوا النار منهم الكفار وبعدين المرائين وبعدين العصاة الموحدين من الموحدين ولا عزو بالله ربنا اللي جعلنا منه نصال عفو والعافية